في تعز المحاصرة وفي المنطقة الغربية تحديدا هنا لا صوت يعلو فوق أصوات البنادق اشتباكات عنيفة وبمختلف الأسلحة بين أفراد المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح يحكم من خلالها المقاومون السيطرة الكاملة على معسكر اللواء 35 أهم عاقل الميليشيات غرب المدينة نحن الآن في بقر اللواء 35 مرنا برباشا والصاقر وزرنا جميع المواقع العسكرية بفضل من الله عز وقل نحمده عز وقل على هذا الانتصال هي عملية عسكرية إذن عازمت المقاومة من خلالها فك الحصار عن المدينة فيما يرى مراقبون من المحتمل الالتحام الجبهة الغربية مع جبهة الضباب خلال الساعات القادمة إذا ما استمرت المعارك على أشدها أصحابنا وإخواننا المرابطين في شارع الستين الآن سوف يتحركون إلى مفرقة ذكرة بيتواصلوا بإذن الله مع القهة الشرقية الذي إن شاء الله بتحرك في الساعات القادمة إخواننا في منطقة في جبهة الضباب الجيش الوطني تحرك الآن بروحنا قبل ساعة أنه بدأت تحرك بقيادة العميد عدنا الحمادي والشرائقي بدأت تحرك والتقدم من جبهة الضباب نحو السجل المركزي تكبيرات الانتصار وأهازيج الفرح تغمر أبناء هذه المدينة بعد التقدم الكبير الذي حققه أفراد المقاومة الشعبية مسنودين برجال الجيش الوطني كان آخرها السيطرة على وكر الحوثيين هنا في معسكر اللواء 35 مدرع عمزة أمين قناة بالقيس في المعسكر اللواء 35 بمحافظة تعز